كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قام بتفقد الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وذلك للإطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم لمهامهم وقد رفق سيادة الرئيس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأثنى الرئيس السيسي على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة معربا عن تقديره لجهودهم وتضحيتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضي وتوجه الرئيس السيسي إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة الحالة الأمنية واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التي تقوم بها الدولة لشتى مناح الحياة بسيناء في هذا الإطار أيضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيشين الثاني والثالث الميدانيين وأشاد سيادته خلال اللقاء بالجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن ووجه الرئيس التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن تراب الوطن مؤكدا على أن الدولة لن تنسى شهدائها مشيرا إلى تقدير الشعب المصري لما حققهم مقاتل القوات المسلحة ورجال الشرطة الباسلة من بطولات للقضاء على الإرهاب وتطهير لأراضي سيناء وعودة الحياة إلى طبيعتها كما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والشكر لأهالي سيناء الذين سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة مما كان له بالغ الأثر في توفير المناخ الآمن بما يمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بمختلف المجالات على أرض سيناء اشتركوا في القناة